من جهته قال عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إن الانسحاب الأحادي للقوات الأمريكية من العراق يستدعي إختاراً مسبقاً مبيناً أن الوجود الأمريكي في العراق يوجب التزامات متبادلة على البلدين ومستقبلها مرهون بالتوافق الوطني وأضاف زيباري أن خروج القوات الأمريكية لابد أن يتم برضى الطرفين موضحاً أن انسحاب الولايات المتحدة من العراق يعني نهاية وجودها في المنطقة وأن هذا سيؤثر على العراق ومنطقة الخليج العربي أمنياً واقتصادياً كما رأى زيباري أن العراق يعاني من تعدد الخطابات والرسائل الصادرة منه إلى العالم وأنه يحتاج إلى التواصل مع دول العالم بخطاب واحد والوحدة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة لتحقيق سيادته اشتركوا في القناة